بسم الله الرحمن الرحيم روافض اليوم هم نواصب الأمس هذا مبحث يدور حول قضايا التاريخ والأنساب والمذاهب والطوائف كثيراً ما نسمع الشيعة والرافضة خصوصاً ومن اصطف في صفهم من بعض المنافقين بعض ذوي الاتجاهات الليبرالية واليسارية والاستشراقية يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب ويتهمونهم بأنهم أتباع للسلطة وأنهم أهل السلطة وأنهم كانوا مع الخلفاء والسلاطين إلى غير ذلك والحقيقة أنه بعد أفكيك هذه التهمة الطائفية والعاطفية ومحاولة إلقاء هذه التهمة على أهل السنة ومحاولة تلبيس من أشياء لم تقع منهم أو المغالطة الحقائق في ذلك الآن الرافضة خصوصاً والشيعة عموماً يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب وأنهم هم من كانوا مع يزيد وأنهم هم من قتل الحسين وأنهم هم من حاربوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنهم من حاصروا مكة ومن ضربوا الكعبة بالمنجنيق إلى آخر هذه التهمة الرافضة في الشام في العراق في إيران في اليمن في الخليج هذه التهمة التي يرمونها على أهل السنة ويتهمون أنهم نواصب وأننا أحفاد لشخصيات ناصبية أو من يتهمونهم بالناصبية الحقيقة بعد التأمر وبعد البحث وبعد التدبر تبين لنا أن كثيراً من شيعة اليوم ومن الروافض في هذا الزمان هم بالأمس كانوا نواصب كانوا نواصب حقيقيين أو من من يتهم بالناصبية وهذا كما قيل في المناظرات وفي الحجاج من قلب الحجة على صاحبها من قلب السحر على الساحر هم يتوهمون يظنون في مآتمهم وفي كربلائياتهم وفي بكائياتهم دائماً نتهمون بأننا نحن قتلت الحسين وقتلت علي رضي الله عنه وقتلت كذا وكذا وأننا النواصب الذين كانوا يكرهون آل البيت ويقتلونهم ويطاردونهم يقول هؤلاء السنة هم أحفاد هؤلاء عند البحث التاريخي وعند بحث الأنساء وعند بحث الملل والطوائف وتواريخ البلدان تتبيلنا حقائق معاكسة لهذا الأمر بل إن جزءاً كبيراً بل أكثر الشيعة والرافضة اليوم كانوا قديماً هم ممن يسمونهم النواصب من ناحية البلدان ومن ناحية الطوائف ومن ناحية القبائل والأنساء ويوهمونهم هؤلاء آئمتهم أنكم أيها الشيعة أو أيها الرافضة الثنى عشرية الجعفرية أنكم شيعة منذ زمن علي رضي الله عنه وهذا الكلام غير صحيح هذه كلها كما يقال تفكير رغبوي وكلها عواطف وأوهام وتخيلات أنهم توارث التشيع كابراً عن كابر إلى زمن علي رضي الله عنه وأن أعداءهم هم أحفاد عبيد الله بن زياد أحفاد يزيد بن معاوي أحفاد فلانا فلانا والحق أن كثيراً من الشيعة اليوم كانوا نواصب أو كانوا من أهل السنة الذين يتهموا الشيعة بأنه نواصب فمثلاً ذهبنا إلى بلاد الشام وجدنا أن شيعة لبنان الذين منهم حزب الله يقعون يسكرون في جنوب لبنان في جبل عامل جبل عامل هو قديم كان اسمه جبل عاملة وعاملة هذه قبيلة يمانية قحطانية استوطنت هذا الجبل وسمي جبل عاملة طبعاً هو ليس جبل واحد إنه عبارة عن سلسلة من الجبال يسمى جبل بابل تسمية الجنس يعني سكاته قبيلة عاملة وقبيلة عاملة اختلف في هجرتها ذكر أنها هاجرت في الجاهلية إلى تلك المناطق طراف الشام وطبعاً كان جنوب الشام بالذات ممتلئ بالقبائل العربية من الجاهلية والعرب توغلوا في بلاد الشام في الجزيرة الفراتية وجنوب العراق وأواسط العراق بل ذكر أنهم ممالك قديمة قامت في بلاد الشام وكان من آخرها قبل الإسلام مملكة الغساسين المهم قبيلة عاملة هذه قبيلة عربية تسكن في بلاد الشام ولما جاء الإسلام وقعت الفتنة الكبرى بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه كانت قبائل الشام بأكملها مع معاوية يعني ممن يتهمهم أهل التشريع بأنه نواصب وقبيلة عاملة منها الشاعر الأموي المشهور عدي بن الرقاع العاملي جبل فكانوا في هذا الجبل جبل عاملة نسبة إليهم ثم مع الأيام خفف هذا فقال في صالح وقال جبل عامل وهذا ذكره حتى يعني مؤرخي الشيعة الذين أرخوا تاريخ الشيعة الثمين ذكروا أن هذا جبل عامل وجبل عاملة هو في الأصل جبل عامل ثم صار جبل عامل وكانت قبيلة عاملة من أكبر القبائل المواله لبني أمية وكان منهم قادة ومنهم أمراء وكانت قبائل الشام بأكملها فتأمل الآن سكان جبل عامل هم في الحقيقة في زمن الأمويين كانوا هم سيفة دورة الأموية وهذا مما لا يذكره كثير من الناس في محاججة الشيعة والروافق قبيلة عاملة طبعا هل كل يعني هذا مبحث من الأنساب والتاريخ هل كل من يسكن هذا الجبل هم من قبيلة عاملة طبعا لا لأنه خلال يعني 1300 سنة وقعت تغيرات جغرافية وديمغرافية هائلة جدا يعني دخول الصليبيين انتقال الحكومة إلى العباسيين تغيرات هائلة فممكنه ما زال يعني جزء من سكان جبل عامل هم من بقايا قبيلة عاملة القديمة ولكن بلا شك اختلطا دخل معهم مواليهم دخل سكان جدد تغيرات كبيرة بلا شك لكن نحن نتكلم عن الإرث التاريخ لهذه الأرض لأن الرافضة يعني يدعون أن بلدانهم وأنسابهم كانت شيعية منذ زمن علي رضي الله عنه هذا كلام غير صحيح بلاد الشام بأكملها كانت موالية للأمويين ولاء حقيقيا متجذرا فيها ومن ذلك جبل عاملة أو جبل عامل الذي في بلاد لبنان فتأمل الآن مثلا حسن نصر الله عندما يخرج ويتهم قتلة يزيد أو قتلة الحسين وأحفاد يزيد هو في الحقيقة في منطقة وينتمي إلى جبال هي في الحقيقة كانت معقلا من معاقل من يسميهم النواصب فهل هو إنه عندما يتوعد أحفاد يزيد فإنما هو يتوعد نفسه لأن هذه المنطقة منطقة جبل عامل هي في الحقيقة كانت منطقة لأناس كانوا موالين ولاءا كاملا للدولة الأموية تأمل هذه المفارقة العجيبة ننتقل مثلا إلى الدروز الدروز في بلاد الشام في حوران في جبال الدروز ها الآن وهم شيعة باطنية جدا مغرين في التشيع وفي الباطنية وفي المذاهب الباطنية الفلسفية الغامضة هؤلاء الدروز ويطلق عليهم اليوم بني معروف قبيلة بني معروف هم في الأصل قبائل عربية تنسب إلى قبائل تنوخ وقبائل قضاعة وهذه القبائل وهم قبائل الشام القديمة هذه القبائل في زمن الدولة الأموية كانت قبائل موالية للدولة الأموية ينتسب ذكر أن قبائل الدروز أو بني معروف ذكر في خلاف نسبهم طبعا هم في هيئتهم وفي كلامهم وفي معيشتهم يعني مشابهنا القبائل العربية بشكل كبير ما يرجح أن أصولهم عربية وذكر أن أصولهم من تنوخ ومن قضاعة طبعا قبائل الشام كانت مع بني أميه ومع معاويتها رضي الله عنه ورأس القبائل الشامية كانت قبيلة قضاعة ورأس قبائل قضاعة قبيلة كلب أو قبيلة بني كلب هذه القبائل كانت يعني هي رأس الحرب للدولة الأموية وهي التي حافظتها الدولة الأموية الدولة الأموية قامت النخاع الشوكي لها والحب الشوكي هو كان قبائل الشام ورأس قبائل قضاعة كما قلنا وهي التي يعني نصرتهم وهي التي ردت لهم الملك بعد قيام دولة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهي التي وقفت معهم في فتنة ابن الأشعث وفتنة ابن المهل جاءتهم أمداد الشام التي كان يضرب بها المثل في القوة في الكثرة فهذه القبائل كانت ولائها كان كاملا لبني أمية قيام الدولة الأموية كان عليها قيام الدولة الأموية قبائل قضاعة وتنوف وغيرها من القبائل الدروز ينتسبون إلى هذه القبائل وتأمل تجد العجب العجب أن من كانوا من أعظم الناس ولاء اللي بني أمية ومن كانوا أعظم الناس نصباً يعني في مذهب النصب هم اليوم من أشد الشيعة غلواً في التشيع وفي الرفض وفي المذاهب الباطنية الشيعية والله هنا مفارقة يقف الإنسان عندها متأملاً ومتدبراً وينظر كيف انتقل هؤلاء من أقصى النصب إذا كانوا نواصب فعلاً إلى أقصى درجات التطرف في الرفض وسب الأمويين واتهام أهل السنة بأنهم أحفاد يزيد وأحفاد بني أمية وأحفاد معاوية إلى غير ذلك بينما هم هؤلاء الذين يلقون التهم في زمن بني أمية كانوا هم سيف الدولة الأموية سيفها الحسام القطع فتأمل هذا الأمر العجيب إذا انتقلنا إلى فرقة ثالثة من فرق الشيعة في بلاد الشام وهي وهم النصيرية الذين يتسمون بالعلويين في جبال العلويين في جبال اللاذقية وهم بقرب حمص طبعاً الحمص كانت من أعظم أو لو قلنا أن أعظم مدينة كانت تولى الأمويين هي حمص في زمن الدولة الأموية وبقيت وبقي فيها النصب إلى نهاية القرن الثالث الهجري وبالمناسبة ليس كل أهل الشام كانوا نواصب هذه من التهم والترويجات التي يحاول بعض الناس يعني يلصاقها بأهل الشام ما كانوا كلهم نواصب كان فيهم نصب نعم لكن ما كان كلهم نواصب هذا أمر هم درجات في النصب دخولهم في النصب إما كان جهلاً بعضهم دخل في النصب حمية بسبب من مات منهم في معارك صفين وغيرها ولكن لم يكونوا كان منهم من أهل السنة والجماء من كانوا يحبوا علي رضي الله وآل البيت ولا يسيئوا إليهم وكان بعضهم أخذته الحمية يعني لما كان يسمى مثلاً من الشياء وهل عراق صباً لعثمان أو معاوي فكان يحمله ربما ذلك على سبي علي رضي الله عنه باب السفاهة والجهال بل كان في أهل الشام من الصحابة والتابعين ممن كانوا على السنة وكانوا يؤذون لكونهم على السنة المهم هؤلاء النصيرية والعلويون هم بقرب حمص وبعضهم من حمص طبعاً العلوية والنصيرية في بلاد الشام بعضهم من أصول عربية بعضهم من أصول غير عربية كالأصول أصول فارسية أصول تركية وأخلاط وبعضهم من أهل الذمة يعني وأرمن دخلوا وتجمعوا في تلك الجبال البعيدة النائية لكن لو أخذنا المكان يعني اعتبرنا بالمكان لقلنا أن هذه الأماكن اللي هي الآن جبال النصيرية والعلويين هي في الحقيقة أماكن النواصب كما يسمونهم لأنها قريبة من حمص وحمص كانت كما يقال كانت عاصمة النواصب هذه المناطق الثلاث حوران اللي فيها الدروز وجبل عامل اللي فيه شيعة لبنان وجبل اللاذقية اللي فيها العلويين النصيرية هذه المناطق بلاد الشام كانت موالية للأمويين وبقايا العرب في هذه الطوائف الثلاثة المنتسبين لهذه الطوائف الثلاثة هم في الحقيقة أجدادهم كانوا من جنود الدولة الأموية فتأمن لما يأتيك النصيري أو الدرزي أو الرافض في جنوب لبنان يتهم وتوعد أهل السنة أنه سوف يأخذ بثأر الحسين ممن قتله في الحقيقة يعني بالدراسة التاريخية من ناحة البلدان والأنسب هذه الطوائف الثلاثة هم يعتبرون من النواصب ومن قتلة الحسين وممن حاربوا الحسين رضي الله عنه لما نتأمل ونفكك هذه التهمة نجدهم هم أولى بهذه التهمة أهل السنة ما قتلوا الحسين وتألموا ألما شديدا لقاتل الحسين رضي الله عنه مما حمل أهل المدينة على القيام على يزيد في وقاة الحرم وحمل هذا الألم والحزن عبد الله على القيام على يزيد في مكة المكرمة فتأملوا هذا الألم ومع ذلك أهل السنة يتهمون ويتوعدون بالمذابح من 1400 سنة يقتل أهل السنة بدعوة ثأر للحسين من أناس هم من ناحة النسب ومن ناحة البلد يعتبرون من قتلة الحسين بحسب تهمتهم إذا انتقلنا إلى العراق وهي من أكبر بلدان التشيع فيها قتل علي رضي الله عنه من قتلة الحسين وقتلة غيرهم من آل البيت رحمهم الله جميعا وفيها عواصم التشيع مثل النجف وكربلاء والكوفة نجد أن كثيرا من أهل العراق ومن القبائل العراقية الموجودة اليوم من القبائل العربية ما كانوا شيئة بل كان جزء منهم ممن يعد في النواصل العراق فيها قبائل كثيرة جدا يعني فيها قبائل ربما أكثر من أهل الشر ولا يوجد يعني بلد فيه قبائل عربية بعد جزيرة عربية مثل بلاد العراق قبائل قديمة جدا والاستيطان العربي في العراق قديم جدا منذ الجاهلية وقامت هناك ممالك للعرب في العراق وفي الجزيرة الفراتية كان آخرها قبيل الإسلام مملكة المناظرة التي كانت في الحيرة التي اليوم هي قرب الكوفة إذا نظرنا إلى جنوب العراق وجدنا كثيرا من القبائل العربية المتشيعة مثل قبائل طي وقبائل ربيعة وقبائل عجل وقبائل بنيوائل وقبائل كعب وقبائل قيس وقبائل حمير وقبائل المنتفق إلى غيرها من القبائل هذه القبائل في أصولها في زمن علي رضي الله عنه ومن بعده وفي زمن الدولة الأموية ما كانت خالصة التشيع بل كان جل هذه القبائل لم تكن شيعية بل كان بعضه من النواصب يعني الآن النواصب يطلق على الخوارج وعلى من يبغض علي رضي الله عنه وآله من شيعة بن يومية وهم يطلقونها الشيعة على أهل السنة نجد أن كثيرا من الخوارج الذين كانوا في العراق ومنشأ الخارجية كانت في العراق الحرورية كانوا من قبائل الأزد من قبائل التميم من قبائل بكر بن وائل هذا أكثر الخوارج وهذا الآن القبائل الموجودة اليوم متشيعة بعضها يعني مثلا بعض قبائل بني وائل متشيعة في جنوب العراق يعني بني وائل القدماء في العراق البكريين العجليين قبائل ربيعة هذه في زمن علي وفي زمن الدولة الأموية كانت يعني كان جزءا منها الخوارج الذين كانوا يكثرون علي رضي الله عنه هذه القبائل التي كان أجدادها من الخوارج أو بعض أجدادها اليوم يتوعدون أهل السنة يتهمونهم بالنواصب بينما هم في الحقيقة من أحفاد النواصب الخوارج عندما نأتي إلى قبائل أخرى كانت من القبائل الموالية للدولة الأموية وكان فيها قادة وكان فيها أمراء وولاء للدولة الأموية مثل قبائل خفاجة وقبائل كعب وبني عامر والمنتفق وقبائل تميم الآن في العراق بأن تميم يعني جزء كبير منهم شياع في جنوب العراق يوم من الأيام كانت جزء منهم خوارج وكانت جزء منهم من وراءة بني أمية وقادة بني أمية وكانت جزء منهم سنة وكان بعضهم فيه تشيع والتشيع الذي كان في ذلك الزمن لم يكن هو التشيع اليوم إنما نحن نتحدث عن أصول الطوائف الشيعية العربية اليوم توجد قبائل الشيعية في العراق كثيرة تنتمي إلى القبائل القيسية القبائل القيس عيران مثل المنتفق وبني كعب وبني عامر وخفاجة وأبناء عمومتهم هذه القبائل تشيعها كان قريبا لأنها أكثر هذه القبائل هاجرت من الجزيرة العربية في حدود الخمسمائة سنة الأخيرة هجرة بني عقيل العقيل وقاليهم عجيل في العراق باللهجة العراقية قبائل بني كعب هذه كله هجراتها قبل خمسمائة سنة هذه القبائل تشيوحها قريبا جدا هي في الأصل كانت سنية يعني كما يرونهم من النواصب وهذه القبائل القيسية عموما حتى التي كانت في العراق في زمن الدولة الأموية من فتحوا العراق كان جزء منهم مع الدولة الأموية وجزء منهم كان مع عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب بن الزبير وبعد ذلك دخلوا تحت نفوذ الدولة الأموية وكان منهم قادة كبار يعني مثلا الحجاجة بن يوسف الثقافي وعد من قبائل القيسية عدة ولاة تتابعوا على العراق وعدوا من قبائل القيسية التي هي اليوم الآن تنتمي للتشيع وتفتخر به ولا يعلم أبناؤها بسبب التعتيم والتجهيل أن أجدادهم الأقدمين كانوا من رجال الدولة الأموية وكان بعضهم من من أسرف في قتل المسلمين في الدولة الأموية مثل مسلم بن عقبة مسلم بن عقبة الذبياني وغيرهم من القادة ولو بحثت في قتلة الحسين ومن حاصر الحسين رضي الله عنه وقتلة آل البيت لو جدت أن كثيرا منهم من قبائل اليوم هي في العراق تنتصل إلى التشيع وتشيعها قريب ولم يكن متجدرا بعيدا فمثلا قبائل بني تميم في العراق هاجرت من وسط الجزيرة العربية من منطقة نج ومنطقة البحرين أو المنطقة الشرقية التي تسمى اليوم هذه قبائل سنية طبعا بني تميم المتوجد في العراق هلو تواجدهم قديم لعلهم من بقايا بني تميم التي هاجرت في أول الإسلام في الفتوحات الإسلامية الأولى ربما يكون ممن تتابعت هجراتهم بعد ذلك في القرون التالية الجزء الكبير منهم في جنوب العراق متشيعون ورافضة بني تميم الذين خرجوا من الجزيرة العربية ما كانوا شيعة لما دخلوا العراق بسبب قوة نفوذ التشيع في جنوب العراق دخلوا في التشيع شيئا فشيئا وأجدادهم في زمن الدولة الأموية في زمن علي رضي الله عنه لم يكنوا شيعة بالكامل فالبني تميم كان منهم السنة وكان منهم بعض الشيعة وكان جزء منهم خوارج قادة للخوارج عندنا قبائل طي القديمة هو الحديثة قبائل طي التي هاجرت قبائل طي كان لها تواجد في العراق منذ الجاهلية بعد الإسلام كان لهم هجرة إلى العراق ثم تتابعت هجراتهم في القبائل الطائية في العراق ما كانوا يعني كانت تشيع فيها قليل هذا الأمر الأول والأمر الثاني أن منهم كان أيضا خوارج يعني مثل الطرماح بن حكيم الطائي الشاعر الخارجي العراقي المشهور كان من الخوارج وبعضهم سنة يعني هم لم يكونوا بأكملهم فعندما يأتيك بعض الروافض الذين ينتمون إلى قبيل الطي ويتهمون ويتوعدون لا يدري أن جزءا كبير من هذه القبيلة التي ينتمي إليها كانوا من السنة وكان بعضهم خوارج وكانوا على مذاهب أخرى يعني فتأمل التعتيم والتجهيل والاتهامل بالنواصب وهم أجدادهم كانوا نواصب إلى فترة قريبة كما يتهمون قبائل الطي في القرون الأخيرة متأخرة التي هاجرت من وسط الجزيرة العربية من نجد إلى العراق خلال 300 سنة الأخيرة أو 400 سنة الأخيرة كلها كانت قبائل في الأصل أنها سنية يعني قبائل بنيلام قبائل الفضول قبائل شمر التي هاجرت في 200-300 سنة الأخيرة هي في الأصل كانت قبائل سنية لكن بسبب الجهل وبسبب أنهم قبائل بدوية هاجروا طبعا انقسم بعضهم ذهب إلى وسط العراق وبعضهم إلى شمال العراق وبعضهم إلى جنوب العراق من بقي في جنوب العراق واقترب من مراكز الإشعاع الشيعي كالنجف وكربلا وداخل تلك المناطق بدأت تشيع يسري فيهم شيئا فشيئا وأما من بقي بعيدا فبقي على سنيته تشيع هذه القبائل قريب جدا يعني ربما قبل 200-300 سنة دخل هذه القبائل لأنها كلها هاجرت من وسط الجزيرة العربية وكانت لم تكن شيعية فلما وصلت إلى جنوب العراق وخارطت تلك البلاد وبسبب قرون الجهل وبسبب نشاط الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم في التشيع دخلت هذه القبائل شيئا فشيئا إلى المذهب الشيعي بشكل عام مع جهلها بكثير من تفاصيل مذهب الشيعي وإنما حبا لأهل البيت وحبا لعلي رضي الله عنه وفاطمة دخلوا في ذلك وهم لا يدرون كثيرا من تفاصيل المذهب الشيعي وكذلك القبائل بني وائل مثل قبائل عنزة التي هاجرت إلى العراق جزء منها بقي على سنيته وجزء منها الذي اقترب من كربلا والنجف دخل شيئا في التشيع وهذه هجرتها قريبة جدا قبائل عنزة غير قبائل الوائليين والبكريين وقبائل الربيعة القديمة التواجد في العراق منذ مئات السنين أتكلم عن قبائل قريبة الهجرة عندنا أيضا قبائل مذحج قبائل زبيد يذكر أن قبائل زبيد هاجرت في القرن السابع أو الثامن إلى العراق في تفاصيل كثيرة يعرفها أهل النسب وأهل التاريخ طبعا هناك تواجد لقبائل مذحج في العراق منذ أول الإسلام هناك قبائل لكن هناك هجرة أخرى للقبائل المذحجية جاءت بعد الإسلام ب700 سنة أو 800 سنة دخلوا فيها العراق وانتشروا في غرب العراق انتشروا في الأنبار في الجزيرة الفراتية على شواطئ الفرات في وسط العراق في جنوب العراق أيضا منها قبائل الزبيد قبائل الجبور قبائل الدليم وتفرعاتها الكثيرة هذه القبائل من بعضها الذي ذهب إلى جنوب العراق واستقر قرب النجف وكربلا دخلوا في التشيع وأما القبائل الزبيدية التي ذهبت إلى بغداد والأنبار والفلوجة والرمادي وبلاد الجزيرة الفراتية حتى إلى الأراضي السورية في دير الزور وغيرها فأن هذه قبائل بقيت قبائل سنية قبائل زبيد وقبائل مذحج بعضها كان مع عريل رضي الله عنه زمان الفتنة وبعد ذلك توزعتها الطوائف والفتن بعضهم كان مع الخوارج وللمعلومية فإن قاتل عريل رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم المرادي هذا من قبائل مذحج الذي قتل عريل رضي الله عنه وتشيع قبائل زبيد يعني بعض من تشيع من قبائل الجبور وقبائل الدليم في العراق تشيحهم قريب جدا ربما لا يتجاوز 200 أو 300 سنة كما قلنا هذه القبائل دخلت في التشيع ولا تعرف كثيرا من تفاصيل مذهب التشيع إلا الولاء لعلي رضي الله عنه وآل البيت والاستغاثة بالصالحين من آل البيت ما عرفوا كثيرا من تفاصيل مذهبهم إلا في هذه السنين الأخيرة يعني العقود الأخيرة إذا ذهبنا إلى شرق الجزيرة العربية كانت تواجد فيها من ذو الجهلي قبائل عبد القيس من قبائل الربيعة وهذه القبائل كانت قبائلة عبد القيس قبيرة كبرى عظيمة كان منها الشجع عبد القيس ومنها الصحابة هذه القبيلة وبقت متواجدة مئات السنين بعد الإسلام هذه القبيلة كانت أيضا منهم خوارج والأكثرية كانت من أهل السنة وكانت جزء منهم من ولاية الدولة الأموية قد تولوا كثيرا من الولايات الأحساء والعراق والمشرق للدولة الأموية والدولة العباسية ولهذا يحاول بعض الشيعة الذين في شرق الجزيرة العربية أن ينتسبوا إلى قبائلة عبد القيس مع أنه قبائل عبد القيس من القبائل التي ما كانت شعية بالكامل بل كان كما قلنا فيهم الأكثرية السنية مع بعضهم كان من الخوارج وقبائل عبد القيس بعضهم كان مع القرامطة لما أقاموا دولتهم في شرق الجزيرة العربية الأكثرية ساعدت في إسقاط حكم القرامطة وإزالة دولتهم أقاموا دولة يقالها الدولة العيونية في شرق الجزيرة العربية ومنهم الشارع بن المقرب العيوني وإذا أتينا إلى اليمن وجدنا الآن ممن ينتسب إلى مذاهب التشيع كالمذاهب الباطنية في اليمن والمذاهب الزيدية والآن مع دخول المذهب الرافضي بسبب حركة الحوثي نجد أن بعض هؤلاء الجهلة يقولون يتوعدون قتلة الحسين يا نواصب إلى غير ذلك وهذه القبائل إلى فترة قريبة كانت قبائل سنية أو على الأقل ما كانت قبائل جعفرية رافضية يعني كانت من عوامل زيدية مع العلم أن هناك قبائل في اليمن منذ القديم ما كانت شيعية مثل قبائل يعني جزء كبير من قبائل حمير ما كانت شيعية وكذلك قبائل مذهج ما كانت شيعية قد يتشيع بعضهم في القرب من مراكز التشيع في اليمن يعني صنعها في بعض الأحيان أو صعدة قد تتشيع بعضهم في القبائل قريبة لكن بل هذه القبائل التي في اليمن حمير ومذهج وغيرها كانت منذ قديم حتى من زمن الدولة الأموية كانت موالي أهل الأمويين لأجل هذا استكثر بنؤمية من هجرتهم إلى بلاد الشم لتقوية شوكتهم وانتشروا في مصر ومن ساموا في فتح بلاد المغرب وبلاد الأندلس هذه القبائل اليمانية القحطانية مما يدل على أن تشيع طارئون عليهم بالذات تشيع الرافق الذي يقوم على توعد أهل السنة وعلى اتهامهم بالنواصب هؤلاء هذه القبائل كانوا في يوم الأيام وهم مدد الدولة الأموية وهم أركان أهل الشام وهم من ناصر الدولة الأموية أمام خصومها وهم من فتح البلدان من أجل الدولة الأموية فتأمل كيف ترمى التهمة على أهل السنة من قوم هم قبل مدة من الزمن كانوا من أهل السنة أو كان أجدادهم من النواصب الحقيقة بالنسبة إلى أهل الشام تشيع كيف دخل التشيع إلى أهل الشام دخل التشيع على مراحل يعني كانت هذه المناطق فيها ولاء قوي لبني أمية طبعا البني أمية في آخر زمانهم وقعت بينهم انقسامات حادة وقامت بينهم حروب وفتن هائلة طبعا هذه سببت يعني صدمة لأهل الشام رسام بني أمية على أنفسهم تزامن ذلك مع دخول العباسيين العباسيين كانوا يرون أن أهل الشام كانوا هم موارين الدولة الأموية فوقع عليهم ضغط من العباسيين صاثة انخرجت العاصبة من عندهم إلى العراق إلى بغداد وانقلبت الأحوال وقع نوع من الإهمال أو من الركود في بلاد الشام مدة في زمن العباسيين ذهب الجيل الذي كان ناصبيا في أهل الشام مع الأيام وتوالي الأجيال وبدأت تنتشر أفكار الشيعية والباطنية في بعض قرى ومناطق أهل الشام بالذات مناطق الجبلية النائية مثل جبل عامل وجبال اللاذقية وجبال حوران هذه مناطق نائية بعيدة استغل دعاة الشيعة ما أصاب أهل الشام طبعا أهل الشام تفاجأوا بانقلاب الأمور عليهم من جهة من جهة قد يكون بعض الولاة العباسيين يعني يجارى على أهل الشام سبب بها يعني استغلوا هذه المظالم في النشاط إلى دعوتهم كان العباسيون ينظرون إلى أهل الشام إنهم هم قاعدة بني أمية فكان فيهم يعني جمود معهم بعض الجمود طبعا صعب أن أهل الشام يرجعون إلى دولة بني أمية من هم أعداء أعداء العباسيين هم الشيعة فانتشر التشيع في بلاد أهل الشام شيئا فشيئا في هذه المناطق النائية البعيدة عن مراكز العلم والبعيدة عن الأخبار والبعيدة عن عيون العباسيين فبدأ ينتشر فيها التشيع في القرن الثالث يعني في القرن الثالث بدأ مذهب النواصب يزول شيئا فشيئا وبدأ التشيع في اللاذقية وفي جبال العلويين والنصيرية في جبل عامل وبدأ طبعا كان يسيرا شيئا فشيئا كثرت الحركات القرامقة حركات الباطنية الحركات الإسماعيلية الدولة الفاطمية كثرت الدعوة فيها طبعا المذهب الدرزي أسسه الحاكم بأمر الله الفاطمي ثم يعني سار سبحان الله يعني هو جاءت مراحل يعني انتقل أمر العباسيين صدمة للأهل الشام ربما عانت الشام من جمود الركود في زمن العباسيين لأنهم كانوا يرونهم هم الغرماء مما تسبب بشعور بأهل الشام أنهم مضطهدون مظلومون أو انتقصت حقوقهم استغل هذا الأمر وهذه الثغرة دعاة الحركات الباطنية الشيعية فاستغلوا هذه النقمة فنقلوا أهل الشام وبعض أهل الشام من السنية أو من النصب إلى أقصى درجات الرقم استغلوا وجود مناطق نائية في بلاد الشام استغلوا بعض البلدان والقبائل التي كانت تعد رمزة ليبنيومية مثل قبائل القضاعة وتنوخ وعاملة هذه القبائل في زمن العباسيين ما صار لها نفوذ وقوة كما كانت في زمن الأمويين وافتقرت وانكفأت على أنفسها فاستغلت استغلت دعاة الشيعة هذا الأمر بعد بداية ضعف الدولة العباسية في القرن الثالث فبدأوا ينشرون مذاهبهم يذكر يعني يذكر مؤرخوا الشيعة أن التشييع الدخل عند جبع العامل في القرن الرابع الهجري وهذا موافق لدخول حركات الباطنية وموافق لضحف الدولة العباسية وسيطرة الدولة البوهية على مقارد الأمر في الدولة العباسية ونشاط الحركات الشيعية فتأمل كيف انقلبت هذه البلدان وهذه المناطق وهذه القبائل من أقصى الولاء للأمويين إلى أقصى العداء للأمويين واتهام أهل السنة الذين لم يفعلوا هذه التهم التقل على النواصم صاروا يتهمون بها يعني هم كانوا في زمن الأمويين يتهمون بأنها قتلة عثمان هذه القبائل في جبل عامل وفي حوران وفي جبال حمصة وجبال النصيرية واليوم هم يتهمون بأنها قتلة الحسين وهم يكل الأمرين من أقصى التطرف إلى أقصى التطرف بالنسبة للتشيع في العراق التشيع في العراق هنا قديما ومر بمراحل ومنعرجات بعد ضعف الدولة العباسية انتشرت حركات التشيع والفلسفة يعني لما جاء المأمون ونصر مذهب المعتزل قوي الشوكة التشيع في العراق وحاول أن يولي موسى الرضا الخلافة من بعده ولكنه توفي ضعف الدولة العباسية بعد مقتل المتوكل فبدأ يقوى نفوذ الشيعة في العراق لما جاءت الدولة البويهية سيطرت وكان لها نفوذ كبيرة على الدولة العباسية انتشرت تشيع في العراق انتشارا كبيرا وأظهروا رقوسهم ومذهبهم بعد ذلك في زمن المغول كان الشيعة مع المغول وخيانة الوزير من العلقمي لما دخل المغول للإسلام بعضهم يعني جزء منهم تشيع كما وقع لغازان كان متشيعا وكذلك في زمن الدولة العثمانية وقعت مواجهات كبرى بين العثمانيين والصفويين لكن بعد أن حل الصلح والسلم الدولة العثمانية لم تنظر نظرة يعني عميقة لحال العراق فأهمت العراق نشط المراجع الشيعية وعلماء الشيعة في العراق في نشط نذهب التشيع على القبائل المهاجرة من الجزيرة العربية من منطقة نجد ومنطقة الأحساء للعراق نشطوا في تشيعهم تحت مسامع ونظر الدولة العثمانية التي كانت غافلة عن هذا الموضوع وما كانت تنظر في ذلك أن في ذلك خطرا عليها وعد المنطق وأن في ذلك تغيير مذهبي وديمغرافي يجري ما كانت تنظر يعني كانت ترى أن العراق طرف من طرف الدولة والعاصمة في إسطنبول بالذات في القرون الأخيرة ما كان هناك اهتمام بل كان هناك نوع من التواطئ أو الرضا أو يعني في أشياء يعني ملابسات وظروف في ذلك الوقت جعلت دولة العثمانية تتراخى في هذا الأمر وكذلك يذكر يعني هذه أذكر قراتها في كتاب في تاريخ العراق الحديث قال أن جزءا من القبائل البدوية العربية التي تشيعت في جنوب العراق تشيعت لأجل أنها ما تدخل في الخدمة العسكرية والتجند العسكري لأن الدولة العثمانية ما كانت تجند الشيعة فكانت القبائل العربية البدوية بسبب جهلها فيقال لهم يعني تجند يخذون أبناه الحروب يكون حروب هذا في أوروبا وبلاد القوقاز تجندهم الدولة العثمانية فيريدون الاحتيال فيقولهم إذا كنتوا شيعا أو انتسبتم بمذهب الشيعة أو تشيعتم ما تأتي الدولة العثمانية تأخذ أبناكم فتدخلون في التشييع من باب الهرب من التجنيد تأملوا يعني هذه النقطة التي ذكرها أحد المورخين العراقيين المعاصرين عن انتشار التشييع في بعض القبائل هذا القبائل انتماء يعني بالجملة للتشييع ما يعرفون كثير من التفاصيل هربا من التجنيد الإجباري الصفويون دخلوا عراق أكثر من مرة في دخولهم ارتكبوا مجازر في أهل السنة قبائل السنية قوة شوكة التشييع حتى بعد زوالهم بقيت لهم آثار وبذور قوة التشييع بنوا مشاهد ومراقد الشيعة أظهروا كلمتهم كذلك القبائل الشيعية في جنوب العراق انتشرت إلى بلاد إيران في منطقة الأهواز معنى الأهواز ليست كلها شيعية بل جزء منها من أهل السنة والجماعة ولكن بسبب وجودهم تحت النفوذ الإيراني صار هناك محاولة تشييع قسرية لهم فالخلاصة من هذه الحلقة تبين لنا أن هذه التهمة التي يوجهها الرافضة لأهل السنة بأنه نواصب وأنها مقاتلة حسين وإحفاد يزيد وإلى غير ذلك وبقايا الأمويين الحقيقة أنها تنطبق عليهم أكثر مما تنطبق عليهم تنطبق عليهم بأنهم في بلدانهم وفي أنسابهم من كان منهم عربيا الحقيقة هم كانوا إما من أهل السنة كما هو حال كثير من القبائل التي تتشيعت بسبب ظروف معينة أو كانوا من 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 أصول القبائل كانت انتشر فيها انتشر فيها مذهب الخارج الحروري كثير من القبائل العراق يشير فيها هذا المذهب قبائل الأزد قبائل تميم قبائل بكر بن وائل قبائل طي كذلك من القبائل التي كانت هي موالية للدولة الأموية القبائل قيس وعبد القيس وكثير من قبائل العراق التي كان لها قادة أو من القبائل الشامية التي كانت موالية ولاءا مطلقا للدولة الأموية وكان بعضهم نواصل مثل قبائل قضاعة وتنوخ وقبائل حمير في بلاد الشام وقبائل عاملة التي اليوم كل هذه القبائل تنتسب إلى المذهب الشيعية وهي مفرطة ومغالية في المذهب الشيعي مع أن أجدادهم العرب كانوا موالين ولا متقل للدولة الأموية بل كانوا هم عماد الدولة الأموية وكان بعضهم نواصب فانتقلوا من أقصى التطرف إلى أقصى التطرف والحديث في هذه المسألة طويل وذو شعب وذو شجون ولكن أكتفي بهذا القدر في تفكيك هذه الشبهة شبهة الرمي بالنصب وأننا ننظر في أنهم أولى بهذا الأمر فكان منهم الخوارج وكان منهم النواصب الحقيقيون وكانوا من أهل السنة الذين يتهمون بأنهم نواصب وما كان أهل السنة نواصب فما أولاهم بما يتهموننا به فقد انقلب السحر على الساحل